موسيقى أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم معنا برنامجكم ريادي أسبوعي سبورت تايم على قناة M24 ضيف دينا في الحلقة دي اليوم هو سي هشام محدوفي محدوفي هشام أهلاً وسهلاً أهلاً سي مورد شكراً على الاستضافة لعب دولي سابق لعب متخاب لعب فريق لوسيكا جديدة رجا دينامود كييف متاليس وكلهم في أوكرانيا شكراً سي مورد على الاستضافة شكراً على تشيقنا كامل للقناة M24 نتمنى لكم التوفيق ومدينة من تساعد لقل شكراً مبارك كيف تتحرك لجوليس كيف تتحرك لزيليمون يقدروا إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله هذه القناة ستصدر القدم مع القناة الكبيرة إن شاء الله سي شام مبارك فكرة عنهم فرقة ديالكورة دلالية مرحباً طب مرحباً وقت ما بغيته لحلقة ديال اليوم حلقة سبعة تاج إلى أد سنة الفين وثلاثة وعشرين سنبدأ بالفلاش باك كيف القاعدة سنتكلم مع ضيف ديالنا هشام شوهو في نوصل في الحياة دياله المهنية سنتكلم مع دريس عموري في البريك تايم سنتكلم على المقابلات ديال راجال ويداد والجيش الملاكي في القوس الإفريقية المنتخب الوطني واش هي الغابة لتدرق الغابة غادي نهضروا على البوطولة وغادي نسأليه كيف القاعدة معها السريع فقرة دياله اكستخا تايم كيف ما قلت في هد البداية والتقديم هشام أنا فرحة بزاف اللي ركت معنا اليوم الله يبارك فيك تفرشت فيك والبوست ديالك ديال لطيغال جوش بوست دابل اللي كنت نقلبه تنقلبه في مشاكي في مشاكي ديما في مشاكي اكزاكت مما معطيش لكل شي باش الواحد يتألق في هذا البوست فراشباك غادي نشوفه الصور وغادي نشوفه الصور وغادي نقول لي فين تخده ومع من كنتي واشنو باش يذكره يلا مشينا الصورة الأولى هذه أنا بعد أعزالية تبوريدة هذا صديق ديال الواليد ديالي وقد ديما كان حضار تبوريدة والحد الساعة أنا أعزالية تبوريدة وكان واحد شخص من العائلة اللي كيبشي صلت النهائية صدر السلام من العائلة ديالي وهذه التصويرها هذه مع صديق الواليد ديالي في مجنبة في مسقط الرأس ديالي وانتاهدك انتاهلي فضلك أنا واسره وعلى 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 دونك تبوريدة وتتمارس لا جامع المركبة ولكن أعزالية كنت فرش فيها معني فيه نشوفه الصورة الثانية هذه لي كيبس بور ديالالولمبيك خوريبغا هنا مع عبس الامباريسي ورشيد نصري هنا كين ديزال المون اللي لعبوا وتعرفوا كين ديزال المون اللي ما قدرواش يوصلوا ضماج لأنه هاد لكيب هاد لعبين كامن كان خصوموا يلعبوا في البطولة الوطنية اللي هنا وصل كين عبدو ربي عبسامد رافيق كابتان ديكيب وكين إبراهيم لارغو البقية كيلي العبش شوية وما عطاش كيلي تبليسه وما كملش دوم بالنسبة أرزاق نشوف الصورة الثالثة هادي مع فارق ديبال حسين الجديدي في 2014 ضد حسين ساقدير هادا صندخ ديال ديال عبدو ربي مارفك لوش ماركة ماركة مقش عقل الصندخ ديال ديال يشام كانوا كانوا معروف وصورتول هادو كليب برسي ديال كفدي كلالين كانت كان تيتري كما تقولو من الصغر نشوف الصورة أخرى هادي مع فارق رجع بيضاوي وهذه المقابلة اللي تبليسه فيها ومن ثم بدأت لابليسه ديال ركبة وكتبان راني كذبان دير البونداج وفي هذا الماتش هادا بدأت كنت تبليسه فيه و هذه المقابلة كنا ربحنا يمكن ضد حسين ساقدير حسين يدك هادا هادا صورة شوية تتذكرك ومع ذلك مثلا ناخدهش بحرقة بالعكس أنا سنشوف راسي غضي بالكورة وما تعب عيني ومع البونداج سنفرح ومع البونداج صورة الأخرى هادا سوادي زون الكورة الدهبية تكريم مهم تكريم تكريم بدأت جريدة المنتخة بدأت أحسن لعف في عام 2007 مع الوريد ديالي ما يخلي هنين هادا مركب فصفاط فخريب دكو هذه جائزة تتكونتها مهمة وباقي الحصاب جائزة كبيرة نشوفوا هذه هادا كاس العرش مع فرق الدفاع الحسين الجديدي هادا في ليفيسير ديال مركب مولي عبد الله ديكرة كاس بقى في البالماريز ديالي زائد واحد كاس العرش كيبقى تاريخي بنسبة فرق بيكوري هادا مع فرق الدفاع الحسين الجديدي كاس العرش عنده نكهة كين البطولة وكين كاس العرش وماني فيك نشوف الصورة أخرى هادا دمارة جعب تاني هادا الصورة مش هو اللي مدماري وانا اللي تابع هادا في 2000 وفي 2010 وهذا الماضي كنت سجلت جوج الهداف يمكن من المقابلات اللي حرموا فرق راجو من تيتر ذاك العام 2010 وربحنا بجوج الواحد وهذا المقابلة كتبقى تاريخيا بنسبة لي ولانا سجلت الهدف الثاني قدفة من بعيد كان عندك تبقى لعليك رباكي نشوف صورة أخرى هادا أول مقابلة كرسمية مع المتخب الوطني مقابلة ودية ضد المتخب الأمريكي في ماشفيل في أمريكا كنت نربح لأبو واحد الصفر ومن هنا بدأت نطيلة قديلة مع المتخب الوطني هنا كان سيلكسيونير حمد فاخي هذه معامي طاليس خاركوف في خاركوف ضد أفرتون في كاس التحاد أوروبي وفي هذه المقابلة كنت نسجلت هدف لم أرغز كنت نتقصينا لأن ما بينظال ولو تور كنت نتقصينا وهذا الفريق دل أفرتون كانوا فيه كانوا فيه عناصر اللي قالت كلمة دي له منهم الرقم سيت وارتا ومدرب دي المتخب دي الفريق أرسونال وكان ليسكوت كان غاري نيفيل كان ستيفن بينار كانوا بزاف اللاعبين في المستوى الكبير في هذا الفريق دل أفرتون تتفح المدينة اللي قلت تترغ 60 كم خاركوف 60 كم من موسكو ويمكن أول أول مدينة يمكن بدأو في الحرب الأخيرة صورة الأخيرة هذه مع الوليدات دينا في لسوسيان ديالي محدوفي فوتس الوليدات الحمد لله فرحانين معنا الحمد لله تنحاولوا نشتغلوا معهم ذلك الشيء اللي تعلمنا نعطيه لهم واللي اللي بلينا أنه يقدر يكون لعب راحنا تنوجه وتنعونه والله والله يسهل لجميع هذا وهذا هو الحضير والأكتوالية ديال هيشة وغلن بقى حضير ونحضر معك على الصور التي شاهدنا هنا في الضبط في ملعب في ملعب الاسوشياشون كان في ملعب في حي الوفاق وهذه الصورة في محمد السادس كان كان من عندهم الواحد في السيفار كان العبناء دينا تلعبوا ما كان الشغل في المعرف حي الوفاق بالضبط هشام الأهمية ديال تكوين ديال الفرماشون فهذا لماذا تحس كان واحد رغبة ديال الوليدين وديال الوليدات بعد إنجاز ديال الفريق الوطني المغربي ولا البطولة واش كان واحد الهتمام كتر واحترافي بالنسبة للوليدات وبنسبة المؤثرين صراحة ديال 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 يمكن كان بعض الأباء اللي ما سيئ عادي حاجة عادية ما تكون في الدومان تحس لورا صورة غير يحط ولده في الكل أرغة ديال للاعب لا ماشي بدرورة كان الموهيبة كي تعطي الله سبحان وتعالى كتوجه الوليد في الكل اللي قدر يتعلم فيها شوية كورا بعد ضرورة لا يمكن يبقى أصوصيات اللي منحصل أصغار يبقى لكل يبدي يكبر فلاج نحن نوجههم بالاختلاف من بعد الإنجاز الحقه المتخب المغربي من بعد المونديال أو هذا الإقبال غير عادي بالنسبة للناس ومع ولداتهم يمكن يجي أم يقول لك أولدي بغير يكون بحربونه نعم نحن تنخدمه كجمعية في الأخير تنخدمه ولكن تنخدمه وإذا كان يريد لديه المهبار تنوجه إما لك أو الأكاديم محمد السادس فين يدير المشوار ومش دير هذا درتي الانترنت ومش نحن أخذ الدبلوم كنت أخذت السي أو أخذت البيم أخرى إن شاء الله سنأخذ الدبلوم مع الإزيكس انترنسيون تنحاول نطور من ريوسنا في هذه الفورماسيون مع ديزال سيكون مزيانين من بعد تتحاول تقلب على ديزال بوكتونيتي التي تقدر تبين رأسك تبين الكفاءة ديالك كان إكرهات ولكن تنحاول نخدمه رغم الإكرهات لأن إحنا بلادنا وتنعرف وضروف التي تشتغل في المدربين تنحاول نجعل ريوسنا شوية السؤال التي تشتغل قبل في تقديم كما قلت في لوسيك في الراجعة في جديدة ومعن نقول أسوأ ديكرة أحسن ديكرة حياتك الكوروية كان بزر الدكريات المزيانين تبقى أحسن ديكرة ديالي هو هدف الوحيد مع المنتخب الوطني في 2000 وصدد متخب كابون مقابلة ودية سجلت هدف مع المنتخب مغربي شي حاجة زي ما أنك خوايا بالنسبة لي لأن من أنا صغير بحالي بحلقة المغاربة تنتفرج المتخب وطني عندي شي حاجة مقدسة ومليت وليت تلعب معهم وتشجل هدف وتدير كارير مع المتخب وطني هذه شي حاجة تبقى بالنسبة لي شي حاجة كبيرة وخالدة بالنسبة التاريخ ديالي كيف عشت أول الكنفوكاسيون مع الفرق وطني المغربي لم أصدقتها لم أصدقتها صراحة أنا بقي عاقل جاني تصال هاتفي يمكن ما السبع وانت صباح من الأخ الذي كبر مني يقول يا رأى سمعت الاسم لك مع العاليس الذي يكون وما كانت لدي شي خبار أنا فش كانوا توجدوا الكاس أفريقية في مصر وما تسيق صراحة ما تريد لقد قلت هاتفي الحضرة التي تقول ما تخش العقل ومشيت وتلقيت الخبر من المسؤولين بالأخير وبالضبط من عند مصطفى ماديح الله يرحمه الله يرحمه هو اللي علان الخبر جاتني غريبة لأنه جامي ما تناد علي المتخب وطني في جميع الفئات حسن المتخب الأول يعني كنت دي مثلا نحاول الشغل باش نكون في الأولابي نكون في شبان ولكن لم تتجل هذا مرة واحدة التي كنا بشينا في سيلكش مع مصطفى ماديح المتخب الأولابي ولكن هذه لم تتجل أول مرة كنت دعلي المتخب وطني كانت مع المتخب الأول دائما الأمل وكنا الواحد يبقى يخدم إلا ما يخدم ما كان يخدم ما تكون أول سنضر واحد الوقفة وما بعد سننهضر على الكؤوس الأفريقية وعلى البطولة وعلى الفريق الوطني المغربي سننضر الوقفة فالبغاك طائم مع هذا يسح مور لأنه ملخص لهذا نتائج لهذا أسبوع الأندية الوطنية ممثلة كرة القدم المغربية في المسابقات الأفريقية محل فشل حظ تحقيق نتائج جابية في ذهاب الرياضي صاحب المهم الأكثر تعقيدا وليه انهزم ضد الأهل المصري بهدفين دون رد على ملعب القاهرة الدولي النادي الأخضر حضا بفرصتين كان قريب فيها من تسجيل الأولى من ضرب حرة مباشرة للعب محمد النهري وليه تسطلها حارس الأهلي محمد شنوي ببرعة والثانيا انفراد للعب محمد زريدة هزم ضد نادي سيمب سبور تنزاني بهدف دون رد في العاصمة دار السلام الفريق الأحمر كان متحكم في زمام الأمور في الشوت الأول قبل تلقيه الهدف الأول من الفريق تنزاني وغاب تردد فعله فيما تبقى من زمن اللقاء مع تسجيل محاولات من كلا الجانبين خاصة من نادي سيمب قريب من إضافة أهدف في الشوت الثاني مع تسجيل ترد للاعب الجيش ريد سليم في آخر أنفس اللقاء وبخصوص البطولة الوطنية الاحترافية أجريات إلى غاية اللحظة ست مباريات عن الجول 24 الفتح الرياضي انتصر على الدفاع الحسني الجديد بخماسية نظيفة تحط تنجف زال نهضة بركان بهدف الواحد وناشح ضد البقاء في القسم الأول وحسنية قدير انتصر على المغرب تطواني بهدف دونارد بقى المباريات عرفت تعادل شباب السوال ومتح تورغ بهدفين لمثله ما تعادل الأولمبيك خريب ومولوديت وجد بهدف لمثله وتعادل شباب المحمدية وأولمبيك أسفي بسفر لمثله شكرا دريس عموري شفنا هالأسبوع هذا النتائج ديال الفرق اللي يشاركين في عصبة الأبطال وكأس أفريقيا كوب دافريك نتائج كيف كانت القراءة ديالك هشام بالنسبة لي النتائج مشي كاريتية بقى مقابلة ديال إياب غير خاص يحسنهم المستوى سوف ريمليك تلعب برا الميدان ديالك مع جمهور ديال الفارق المصادف اللي يكون دافع الفارق الخصم تكون صعيب باش لعب إلا بغينا نبدأ بفارق الويداد البيضاوي يمكن العائق الكبير اللي كان عندهم هو الأجواء اللي يلعبوا فيها الشطاحس مع ذاك القازون كبير يمكن ما تقدرش تتكلم بكورة كبيرة اللي يلعب فارق الويداد البيضاوي هدف مش جاوز بالنسبة للفارق ديالهم المقابلة ديال الفارق راجع بيضاوي مكان سهلا ضد الأعلي في القاهرة في إصطار القاهرة الدولية اللي صعيب تلعب فيه ضد سوى الأهلي ولزم مع الجمهور ديالهم الهدف اللي تتسجل في آخر رحضة ديال الشوط الأول دايما تيكون هدك الهدف تهبط للمعنويات ديال اللاعبين كان دي مومو اللي نحن كوني اللاعبين كنا سنهضروا عليها يعني بداية المقابلة ونهاية الشوط الأول وبداية الشوط ثاني ونهاية المقابلة يعني في دقيقة 90 ولا 91 92 هاد صفر الحكم هاد هاد مسائل معروفة تنظن حتى هدفين بالنسبة الرجال يقدروا يجيبهم غير لازم لأنهم يحسنوا المستوى الرجال ما كانش خيب لهو للويداد على العكس من فريق الجيش ماليكي اللي ما كانش في المستوى الكبير نتمنى يداركو في مقابلة بحضور الجمهور نتمنى أن الجمهور جماليكي مشغير ديالهم جمهور الرباط والمغرب كامل اللي حضر لأنه بجمهور يقدروا يرجعوا في النتيجة تنظن جوج الأهداف متجاوزين يقدروا يوصل لهم ولكن خاص من العزيم أو الإصرار لكي يدوزوا هالدور كما يعودون الفريق الوطنية مؤخرا دائما لا يبشروا للنهاية والتي يأخذوا اللقاب وتفرحونا نتمنى الأرضية يشام واحد مسألة اللي يتفرش تشوف لماذا تتعرف بأن الأرضية ماذا تلعب كما نقول الوجو سمبل تشد الكرة تأسير بأن تعطيها لصاحبك يشدها ويعطيها هنا تحلف مقابلة تقريبا من ثلاثة شفنا بأن بعد مرات لاعب تكون غدي بالكرة ما تعطيها لصاحب وتتقرب وتمشي إليه ماشي عنده ويشدها ويعطيها وصورت في ملعب اللي ما تقوش هو هذا المقاد في مقابلة الويداد الأرضية كانت كثبت بأنها تقيلة ترشو الشص والقاز وماشي بذلك لكالة اللي عاد نحن في المغرب كان صعيبة لأن الواحد يقدر يأخذ كرة وكان اللاعبين بزاف الحسوني بحل 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 بزاف اللاعبين عندهم في المترجم اللي يدخل تبغي يشدو الكرة في رجليهم يقدر يدريب لي واحد يدريب لي على طايل الباص في هذه الأرضية ما كان شي ممكن كما قلت كان خاص يكون اللاعب سامبل باش ما يمكنش لا تعيير راسك لا تضيع القرة يعني هنا كان يتي دير الجوع وكيف يتفاعل اللاعب هذه ما تتسننش هاد غير اللاعب بغير مع راسه تقول بأن الأرضية لا يمكنش ندير فيها هاد الكرة اللي تنبغي ندير أنا ندون خصي اللاعب سامبل باش يمكن تنبغي وليجو ومش غلق أما إلا تشد الكرة وعش كيف يدوها لك هما من يدوها الفرق يجي يكون تحكم في الكرة ولي يبش جل المدربي بتي تحمل المسألة الانهزام الفرق يقول كل واحد طبيعة الحالوة محدو مدري الفرق اللي من هذا مراك يتحمل جزء من المسؤولية نحن ما عرف نحن التعليمات اللي كان عاطي اللاعبين واش طبق ذك شي اللي تقول ولا دالوا شي حاجة وحد أخرى ولا تعليمات دياله كانوا خاطئين ولا تشكيل اللي دخل بها كانت مش في مستوى ولا التغييرات اللي دار ما كانوش مستوى يعني هدو جزئيات تبقوا في الفيز يعني ما كان عرفوهمش ولكن الحساب تشوف ذيانا يمكن يمكن الشانجمان اللي تيدير ما تيعطوش الأوكل ديالهم ولكن حتى اللاعبين تم عندهم جزء من السؤولية لأنه حتى اللعب مخصص تصنى مدري بيقول كل شي لأنه تقدر تغيب عليه بزافة الحواج نتالي وسط طيرها نتالي تقدر تاخد القرار المناسب واشتا تكون صعبة في المستوى المدريب باش اختار تشكيله ومن تدخل رضيات الملعب تبلك بأن كين تتوقع لعب اللي ما تكون في نهاره واشتا تصعب المدريب باش يدير هذا الشانجمان اللي خاص يدير كما شفنا نهار سكون جراء مع المدريب لأنه يمكن واحد ثلاثين دقيقة واربعين دقيقة يقدر بتشيك مو يبقى شوى تقدر ما تلقاش تزيد التقف في اللاعبين وهذه مسائل التي يوقع وخاص مدريب في ذلك الوقت يغياجي ويكون جري ويكون شجاع في أخذ القرار وهو يتحمل المسؤولية المقابلة للكأس الكون فدرالية إفريقية فريق الجيش الملكي فوق النهزام كانت حركة لا ريادية واحد من اللاعبين المهمين في تشكيل الفريق الجيش الملكي وهو سليم في نهاية المقابلة هنا لش هذا الوقت كما تقول لعبته يفقد التركيز وشنو اللي يقدر يوصل اللاعب لأولا المرات في الصاف في الوطن أديسيونال من هذا ما تبدل أولا إذا سليم لعب لعب ممتاز ولكن هذه الأفعال غير مقبولة في مقابلات كبيرة الفرقة محتاجة في مقابلة الإياب يصدق مضيع الفريق في عنصر مهم كين لجنة أديبية في الفريق تنظون إلى أخصهم يأخذوا القرار المناسب لكي لا يبقى تعود وتنظون قلة تجربة بالنسبة للاعب هذا خلاص يدير هذا الغي ويمكن حتى المقابلة بعد مرات اللعب لا يستطيع تحكم فراسه ولكن مع ذلك غير مقبولة هذه الحركة سبحانه دون نرى اللاعبين محتارفين بالنسبة الفرق الثلاثة اللي نفس كموندي دون الممساك النتيجة تقدر تغير كافية الأسبوع هذا باش في ال دين ديال لهم يقدر يكونوا واجدين باش يعودوا يرجعوا بالأكس أنا كنشوف سيمانا مزيانا لغوفانش يعني باش ما تطول كوت كوت كيما تقولو يدخلوا المقابلات لكي يكون بقى عندهم ذاك الحماس وذاك الغاج باش يمكن يرجعوا في النتيجة وتنظر كما قلت جوج الأهداف باركس نحن دووزناها متجاوزة بالنسبة لفرق الكبيرة لراجل للجن المالك تنشوف هذا الفروق الذي يتشارك في المستوى ديال القرار الإفريقية وتنشوف النتائج ديال الفريق الوطني المغربي كما نقول بعد مرات الأشجار التي تتدرق الغابة تنلاحظ صدر تنلاحظ الفروق مع من تلعب هذا الفروق تكون منتظر حيث تمثل الكرة المغربية تنلاحظ كبيرة بين الفروق المستوى القرار والفريق الوطني المغربي الفريق الوطني المغربي صراحة صقف الطموحة رفعها بزاف يعني لابار كما نقول لابار تزز بزاف بنسبة المتخب الوطني رابع في كأس العالم يعني تجبد المغرب تجبد واحد القوة قوة ضاربة في كورة القدم النوادي كما قلت ومدل المتخب الوطني يعني أي خاصم غير عبد الفريق مغربي غير يوجد لي ما فيه الكفاية باش يمكن يهزمه ويركز إليك يركز 100% يركز 200% هاتشي يطلب مجهود أكبر من الفريق الوطنية باش يبقون مسايرين الاقاع اللي غادي به المتخب الوطني لأن المتخب الوطني غادي بواحد الاقاع كبير شفنا هنا انتصر على متخب برازيل ومشي بالسهل يمكن فريق عربي ينتصر على متخب برازيل وتاني فريق افريقي هاتشي ماشي سهل تنظر الفريق الوطنية غادي مسايرة شوية على المساوى التقني مساوى اخرى ما غادي مسايرين صراحة الفريق الوطنية ما مسايرين الخدمة اللي غادي بها الجامعة ولا المتخب وطني ولكن نتمنى وانا الامور تحسن القدام باش نشوف كما شفنا الويداد مؤخرا أن توصل لها حال مرة ونشوف الراجعة كذلك نشوف الجيش المالك يرجع على المساوى دياله لابد أنه يبشي بتوازي مع المتخب الوطني باش نبقى وغادين ما نهبطوش في المساوى رغم نقدروش نستاذ فو هشام محدوفي بلما نهضرو على الأولمبيك خريبك والحالة اللي وصل فيها الفرق لألوسيك هذه السنة منسبب لك هذه المسألة أو هذه الوضعية اللي فيها الأولمبيك خريبك لش رجع أنا نظن بالنسبة لي وخبعد للفريق تناخد أصداء عن طريق بعض الأصديقاء ولا شفية عن تغنس هذه الوضعية غريبة بالنسبة الفريق الأولمبيك خريبك الوضعية المادية ولا حسن الوضعية التقنية شحالة فريق هنا في خريبك كان يحسن على أولاد الفرق زائد عناصر يمكن يكون مغمورة ويأتي بأقل أسمان من فرق الهوات وكنا دائما نشكله فريق قوي اللي كان دائما سيرعب الخصوم في خريبك دابا ولينا نشوف أنه أي فريق يقدر يجي لمدينة الانتصار هذا شي غريب بالنسبة لي تنتفرج يمكن تلعبوا مزيان ولكن لا يعرفوا ينتصروا اللاعب اللي كان يندابا يتجلوا أهداف ويتلقوا أهداف ما حال هذا كان فريق معروف لا يمكن شي يتجل عليه الجمهور دائما يتجل اللاعبين نتمنى أنه اللعاب هو التقى تنظن أنه إذا تفقد التقى وبدأ يدخل لك بنفس المستوى وهذا طالب مني لهم أنهم يتقاتلوا على توني ويدلوا ليفور ولكمال على الله يعني النتيجة يتجل من بعد يدير ليفور يخاص اللاعب يدير ليفور يشوف كل جمهور أنك ستتقاتل على الفرقة يمكن ما تجيش نتيجة يقدر يقال لك الأعذار حيث كما قلت كانت معروف بواحد فرقة ذاك عندها دفاعي كان قوي فرقة كانت لدي استمرار بالنسبة للمدربين وطقم الذي يصير كانت معروف بقاب هذه المسألة من بعد واحد الوقت كل شي تغير ومسألة تتأدل هذه السيطوات التي تبلي فيها نتمنى أنهم يخرجوا من هذه الوضعية وضعية ماشي كاريتية مازال عدة فرق معنيين بالنزول نتمنى أنهم يحاول يجبون نقاط من بره خريبك خريبك خصنا من نقاش نظره على تلازل نقاط يجبون نقاط من بره خريبك باش يمكن يتفاد النزول و أش قدي نقول لك إلا حسن المسألين يجبون يعودون النظر في الطريقة باش يصيروا الفارق باش يمكن باش يمكن نشوف دائما في المراشب الأولى إن شاء الله هشام نخلي لك الكلمة الأخرى كما قلت لك 26 دقيقة وزيادة تدوز في ساعة ما نسخينا بك الكلمة الأخيرة مرة أخرى شكرا على الاستضافة الأخ موراد وصلافك لزيغان نحضر معك شكرا شكرا لطاقم شكرا لقناة أمفيندكات تسمع لكم توفيق و واحد تتخدم بلادنا بحرقة وبغيرة شكرا هشام حدوفي شكرا كذلك لجميع التقام التقني نتلقى وتنجى إن شاء الله اشتركوا في القناة